الجنة أهواها أشتاق لمرأها الجنة أهواها أشتاق لمرأها بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الجنة ونعيمها تربة الجنة وحائطها ورد في الحديث الشريف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ترابها زعفران وطينها مصر رواه الترمذي وغيره وقد ورد أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص رواه مسلم أي بيضاء نقية وإن أحجار الجنة وحصبائها لهي يواقيت مشعة بالنور تزيد من ضياء الجنة وإن الحجر الأسود الذي هو على إحدى زوايا الكعبة المعظمة أنزل من الجنة ياقوتة بيضاء ولكن لتمسح أهل الشرك والأوثان به اسود لونه وذهب نوره وكذلك فإن حجر إبراهيم أنزل من الجنة وكان هذا الحجر يصعد عليه سيدنا إبراهيم أثناء بناء الكعبة مع سيدنا إسماعيل فيرفعه الحجر كلما انتهى سيدنا إبراهيم من صف إلى آخر وما زال هذا الحجر في الأرض يزار وقد ورد في وصف أرض الجنة أنها من ورق أي فضة ترابها مسك وأصول شجرها ذهب وورق أغصانها اللؤلؤ والزبرجد والورق والثمار والشجر بين ذلك فمن أكل قائما لم تؤذه ومن أكل مضجعا لم يؤذه ومن أكل جالسا لم يؤذه وذلك معنى قول الله تعالى وذللت قطوفها تذليلا وتتلاحق أوصاف أرض الجنة فعن أبي هريرة قال قلنا يا رسول الله أخبرنا عن الجنة ما بناؤها قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يثنى شبابهم رواه الترمذي والجنة هي جرم عظيم الحجم حقيقي موجود لا شك فيه وهو متماسك شأن باقي الأجرام العلوية كالسماوات السبع فهي أجرام حقيقية متماسكة ليست هواء وغيوما بل سماء ثابتة لا تتحرك يسكنها الملائكة ويعبدون الله تعالى فيها وقد ورد في القرآن الكريم أنه تجري على أرض الجنة أنهار عظيمة وكذلك ورد في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه توجد تلال صغيرة من نثل ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في وصف الجنة فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم من دني على كسبان المسك والكافور وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا رواه الترمذي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أشتاق لمرآها